اشتركوا في القناة نعم العلاقات بين المملكة البحرية والمملكة المتحدة طويلة وتمتدلها أكثر من مئتي عام وهي علاقات استراتيجية قوية وتشمن هذه العلاقات عدة مجالات منها المجال السياسي والمجال الأمني والمجال الاقتصادي وكذلك المجال الثقافي والترابط بين الشعوب وكل هذه المجالات في نمو ومثل هذه الزهارات يعني إنما تعكس عمق العلاقات بين المملكتين وبين أيضا الأسر الحاكمة وبين الحكام أيضا الذي تمتد منذ عقود أو قرون أيضا فهذه العلاقات في يعني كافة المجالات على سبيل المثال الشركات البريطانية كثير منها تتخذ مملكة البحرين مقرا لها هناك أيضا تعاون وثيق في المجال الأمني في مجال الدفاعي وهناك أيضا ترابط وتوافق في الرؤى بين المملكة البحرين ومملكة المتحدة فيما يتعلق بشؤون المنطقة وشؤون العالم نعم يعني في ظل هذه المعطيات والتاريخ الطويل من العلاقات كيف تنظر إلى مستقبل هذه العلاقات بين المملكتين نعم شكرا كذلك المستقبل يعني أتمنى يكون يعني مزهرا وتكون هناك تقدم في كثير من المجالات على سبيل المثال تم في العام الماضي توقيع على اتفاقية شراكة استراتيجية للتعاون والاستثمار التي هي من أهدافها زيارة الاستثمار المتبادل بين البلدين وكذلك المساهمة في تنويع الاقتصاد البحريني هناك أيضا مشاريع قائمة في مجال التعليم هناك مشاريع قائمة في مجال الصحة هناك مشاريع قائمة في مجال جديدة أيضا على سبيل المثال تعاون في مجال الفضاء تعاون في مجال الطاقة خاصة الطاقة النظيفة وكذلك الزراعة والتصنيع يعني تصنيع الصدف البحرين فهذه المجالات يعني عديدة ويتم العمل عليها باستمرار وهناك أيضا من خلال يتم العمل عليها من خلال آلية تسمى الحوار الاستراتيجي بين المملكة البحرين ومملكة المتحدة وهذه الحوار الاستراتيجي سنويا ويتم مناقشة جميع هذه المجالات ونحن نتطلع إلى أعوام قادمة من تنمية هذه المجالات وتكثيفها بإذن الله نعم كل شكر لك سعادة السفير على هذه المدخلة وحضورك معنا في استوديو مركز الأخبار شكرا جزيلا